الخلافات الأسرية لا بد من إدراك الاختلاف بين الطبائع التي خلق الله الناس عليها لا بد من الوقوف عند حدود الله وتنفيذ أحكام الله من الطرفين الحوار والمصارحة وجلسات النقاش المفيد المثمر خطوة مهمة الصبر والهدوء محاولة تكيف الأطراف مع الطبائع المتقابلة التغافل قدر المستطاع استخدام الموعظة والقرآن والسنة مليئان بالمواعظ استشارة خبير مؤتما يكتم الأسرار والخصوصيات رضى الطرفين بالحكم العالم العاقل المجرب هناك مشكلات عابرة تحتاج لتغافل وانحناء للريح ومشكلات دائمة تحتاج لصبر وتكيف ومشكلات خفيفة تحتاج لمصارحة ومناقشة ومعاتبة لا يمكن القضاء على المشكلات الأسرية نهائية فقد حدثت في بيت النبوة لكنها لم تكن تطول وكان هناك خوف من الله ووعظ وصبر ورجوع وتوبة واعتذار محاولة محاصرة المشكلات والعمل على عدم تصعيدها وتفاقمها إذا لم يفهم كل من الطرفين طبيعة الطرف الآخر والبيئة التي جاء منها الطرف الآخر وثقافة وعلم وخلفية الطرف الآخر فسيكون الطرفان كأعجمي وعربي لا يفهم كل منهما لغة الآخر إزالة سوء الفهم معرفة الصلاحيات والمسؤوليات الشرعية حتى لا يتعدى أحد الطرفين على حق الطرف الآخر الزوج قد ينقل المشكلات من العمل إلى البيت والزوجة قد تنقل المشكلات من البيت إلى العمل فأحيانا يتم تفريغ غضب المدرسة من زوجها في طالباتها الحلول الشرعية ومنها ابتسامتك في وجه أخيك صدقة لا تغضب ولا تنسوا الفضل بينكم خيركم خيركم لأهله إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأناء الابتعاد القصير المؤقت قد يكون مفيدا دقة الملاحظة والامتباه إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا لا للإهمال لا يصح أبدا أن تمرض الزوجة أو تجوع أو تحزن لمصيبة في أهلها أو تعاني من شغب الأطفال وضغط عمل البيت ثم لا يكترف الزوج بذلك ولا يبالي به لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر فركز على الإيجابيات وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الرجل يصبر على المرأة فيعوضه الله منها بولد صالح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر